نجهز الموضوع surface tension the molecules constituting a liquid exert attractive forces on each other تمارس الجزئات المكونة للسائل قوة جذب بعضها مع البعض يعني بين جزئات السائل قوة جذب هاي اول شيء ثاني شيء يقول a molecule in the interior of the liquid is surrounded by an equal number of neighboring molecules in all direction يعني يقول لنا الجزئ الموجود في الجزء الداخلي من السائل يكون محاط بعدد مكافئة متساوة من الجزئات المجاورة في جميع الاتجاهات ان الجزئ مثلاً عندنا هذه الحوض هذا نقول جزئ خوش هذا الجزئ محاط محاط بعدد متساوي من الجزئات بجميع الاتجاهات هاي بالنسبة للنقطة الثانية الجزئ محاط في الجزء الداخلي من السائل السائل يكون محاط بعدد متساوي من الجزئات المجاورة في جميع الاتجاهات therefore محاط لذلك فان الناتج الصافي بين جزئات القوة المؤثرة على الجزئ الداخلي تساوي من السائل شلون يعني شنه هاي شنه معنى هاي الحاجة يقول الجزئات هذا النهازة هاي الجزئات راح تسوي قوة تسلط قوة على الجزئ الموجودة بحيث هذا الجزئ كأنه ما يتحرك كأنه ثابت ابوكانة ليش ثابت ابوكانة لأن القوة متساوية القوة اللي يسلطها الجزئات المجاورة متساوية خوش اي انه القوة الناتج الصافي لجزئات القوة المؤثرة تكون صفر خوش يعني شحنه موجبة تلغي شحنة سالبة بالتالي الناتج يساوينا صفر كأنه الجزئ ثابت في في السائل في الليكود الحالة او الوضع يختلف شوكت يختلف شوكت يختلف الجزئ الجزئ هنا الحالة تختلف هنا ماكو جزئات فوقها على مد تأثرة بقوة القوة جاي تجي بس من جوه بس من داخل السائل من هنا قاعد تتأثر بقوة من فوق ماكو ماكو اي قوة تتأثر بالجزئ بالتالي الحالة راح تختلف تمام because there are no molecules above the surface يعني هسا مثلا مثلا اذا اجاب بالكوز الكتابة وقال the situation is different however near the surface of the liquid ويريد السبب شنه السبب because there are no molecules above the surface ماكو جزئات لا توجد جزئات اعلى المنطقة يعني اعلى الجزئ A molecule here is pulled predominantly in one direction يعني هنا انا شي يقل انه يتمسح بالجزئ هنا في الغالب باتجاه واحد قلت لكم انه يتأثر فقط من الاسفل نحو الجزء الداخلي من السطح باتجاه يقل لنا this causes the surface of a liquid to contract and behave somewhat like stretched membrane يعني يقل لنا هذا يسبب اش راح يسبب انه تقل السطح السائل وهي اصبح كأنه غشاء ممتد مثل الغشاء الممتد ليش احنا بالبداية قلنا انه يتم سحب هذا هنا الجزئ is pulled يتم سحب الجزئ باتجاه واحد نحو الجزء الداخلي من راح ينسحب للجزء الداخلي كأنه قاعد يسحب سطح السائل كله للجزء الداخلي هو اش على مد يحافظ على استقراره وينسحب ينزل جوه للداخل كأنه يسحب بالسطح ما السائل كله وياه بالتالي كأنه سطح مجدود او سطح ممتد تمام this contracting density results in a surface tension that resists and increase in the free surface of the liquid يعني يقل لنا هذا التقلص راح يؤدي المن الى التوتر السطحي الذي يقوم بزيادة السطح الحر للسائل تمام هس سحبنا من سحب الجزء من السحب الجزء راح يسحب السائل سطح السائل يصبح كأنه شنو غشاء مجدود stretched membrane تمام هذا التقلص هذا التقلص راح يؤدي المن الى توتر سطحي راح يتغير اكيد راح يتغير هذا السطح ما السائل قاعد ينسحب بالتالي اكيد يتغير يصير توتر سطحي هذا التوتر السطحي راح يزيد السطح الحر للسائل تمام يمكن يمكن اثبات ان التوتر السطحي ان التوتر السطحي هو قوة تؤثر على السطح normal to align of unit length on the surface يعني يقل لنا وهي طبيعية لخط طول الوحدة على السطح تمام the surface tension اللي هو T of water at 25 25 درجة سيليزية is 72.8 d yn على السنتيمتر يعني يقل لنا التوتر السطحي للماء بدرجة حرارة 25 درجة سيليزية يطينا عدة اختيارات او يطيها بشكل فراغ 72.8 dyn على السنتيمتر the total force the total is produced by surface tension tangential to adequate surface of boundary length L يعني يقل لنا القوة الكلية الناتج عن التوتر السطحي المماسي لسطح السطحي المماسي لسطح السائل يعني اللي هو القوة الكلية الناتج عن التوتر السطحي المماسي لسطح السائل على في L اللي هو الطول العلاقة بين surface tension والطول هي علاقة عكسية يعني من نرى ايضا نطلع surface tension على ال L بالتالي العلاقة عكسية بين T و بين L كل ما يزيد الطول تقل الشد السطحي كل ما يقل الطول يزداد الشد السطحي تمام هاي تفيدنا بالمسائل انه بال اذا الطانة طول معين كل ما يزيد الطول مثلا الطانة اطوال هاي الاطوال تكون بزيادة كل ما يزيد الطول اطقل ال شد السطحي surface tension تمام يقل لنا when a liquid is contained in a vessel عندما يتم احتوال سائل في وعاء the surface molecules near the wall are attracted to the wall يعني مثلا عدنا هذه هنا الجزئات الجزئات السطحية القريبة من السطح القريبة من الجدار هسا هذني جزئات على السطح قريبة هاي جزئات الماء على السطح قريبة من الجدار راح راح تنجذب تنجذب نحو الجدار حسي يقل لنا عندما يتم احتوال سائل في وعاء ان جزئات السطح القريبة من الجدار راح تنجذب الى الجدار تنجذب 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 التجاذب با تخضح هذه الجزئات نحو التناسق لقوة التماسق الجاذب التي يمارسها السائل ومعقول احنا قلنا انه قوة التلاسق تحدد بين مادة صلبة وبين مادة سائلة مثل ما وضحني هنا انه وين صار التجاذب بين جزيئات السائل وبين سطح او جدار الوعاء يعني هنا صليب وهنا سائل هاي بالتلاصل زيان التماسك هسه مو هذي هسه هاي هذني اكبرهن تمام هنانه ثلاث جزيئات هنانه اكو قوة تجاذب ايه قوة تجاذب شي سمونها هاي القوة تسمى بقوة التماسك تمام هاي بين من بين جزيئات السائل يعني بين سائل تمام مثلا الماء الماء جزيئات واحدة تجاذب ثانية بسبب من؟ بسبب وجود قوة التماسك بياناتهم مو قوة التلاصق التلاصق تحدث بين جسم صليب وبين جزيئات السائل هسه هنانه هاي هاي تخضح هذي الجزيئات ايضا لقوة التماسك التي يمارسها السائل which pulls the molecules in the opposite direction والتي تسحب الجزيئات في الاتجاه المعاكس يعني التماسك حقس التلاصق اذا التلاصق هيش قاعد يجذبها نحو 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 الجدار فان التماسك رح يجذبها بعيدا عن الجدار هاي بالنسبة القوة التماسك والتلاصق هنانه يقول if the adhesive force is greater than the cohesive force يعني قوة التلاصق اكبر creator اكبر من قوة التماسك the liquid weights the container wall يعني فان السائل يبلل جدار الوعاء او الجدار الحاوية التي توجد بها and the liquid surface near the wall is curved upward نجي نوضحها واحدة واحدة يقول اذا قوة التلاصق هاي اكبر من قوة التماسك تمام يعني القوة اللي تدفع الجزيئات نحو الجدار تكون كبيرة من تدفعها راح يصعد السائل خوش قوة التلاصق كبيرة هسا هذا السائل هسا نقول هذا السائل القوة اللي راح تدفع نحو الجدار اكبر من قوة التماسك اللي هي التلاصق اكبر من التماسك بالتالي من راح تدفع اللي هناني السائل راح يضرب بالجدار يصعد اللي فوق فش الصير الزاوية الصير مقاعرة هيش الزاوية تكون مقاعرة عندما التلاصق اكبر من قوة التماسك ادهيشن او ادهيسف فورس إذنك كاهيسف فورس The liquid ويتس the Walmart اكبر етров العام самые لبقية нийflix كورفد بعد يعني يكون نحو الأعلى بشكل مقاة هاي اذا الالتصاق بقوة التلاسق اكبر من قوة التماسك If the opposite is the case كذلك يقل لنا اذا كان العكس هو صحيح يعني يقل لنا العكس صحيح يعني اذا قوة التماسك بان الجزئات اكبر من قوة التلاسق يعني هسا مثلا هلاني القوة احنا مو قلنا ان قوة التلاسق راح تجذب الجزئات نحو جدار الوعاء قوة التماسك راح تجذبها بعيدا عن الوعاء مو هايشي تمام القوة التماسك اكبر من قوة التلاسق بالتالي راح تسحب السائل تسحب السائل من الجداء هسا السائل هاذي وانسحب من ينسحب راح يصير الزاوية محدبة لما قاعد ينجار بالتالي شيصير الزاوية صير الزاوية محدبة يعني صير هايشي الزاوية محدبة اذا كانت قوة التماسك اكبر من قوة التلاسق الزاوية محدبة اذا كانت قوة التلاسق اكبر من قوة التماسك يقول لنا هنا The liquid surface is curved downward يعني يقول لنا يكون نحو الأسفل مثل ما واضحنا السطح السائل يكون نحو الأسفل الزاوية 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 هي الزاوية بين الجدار وسطح السائل عند نقطة التلامس مع الجدار يعني الزاوية هايه هايه هنانه صار الزاوية هاي الزاوية هي النقطة هايه النقطة زاوية زاوية بين الجدار وسطح وسطح السائل عند نقطة تلامس مع الجدار اللي هي هاي هاي الزاوية فوركيفين في نقطة لمادة سائلة بالنسبة لمادة سائلة وسطح معين Angle زاوية is a well defined constant يقل لنا فإن الزاوية هاي تكون ثابتة ومحددة جيدا For example For example على سبيل المثال The contact angle between glass and water is 25 degree يعني يقل لنا الزاوية التلامس بين الزجاج والماء هي 25 درجة الزاوية يجينا هنا يقول If the ideation is greater than the cohesion A liquid in a narrow tube will raise to a specific height يعني يقل لنا إذا كانت قوة الالتصاق أو التلاصق أكبر من التماسك فإن السائل في أنبوب ضيق will raise رح يرتفع to a specific height إلى ارتفاع معين يعني إذا تلاصق الزاوية مثلا إهلانة هل سهو هذا إهلانة ماذا نخلي رح تكون الديهيشن بحالة الديهيشن أكبر من الكوهيشن الالتصاق أكبر من التماسك رح يرتفع الماء في الهنبوب الضيق آآ إلى ارتفاع معين وقلنا إنه إذا الديهيشن أكبر من الكوهيشن الزاوية تكون قعارة التي يمكن حسابها من الاعتبارات التالية أول شي the weight of the column of the supported liquid is وزن ال الوزن لعمود السائل المدعوم هو آر تربيع باي H ro g ليهش آر تربيع باي هنا للمساحة ما الانبوب الانبوب عبارة عن انبوب دائري هو تكون R تربيع باي تمام H هو طول الانبوب الرو هي الكثافة ماتة وجه هو التعجيل الأرضي هس عرفنا إنه الوزن ما الانبوب هو عبارة عن المساحة مضروبة في الارتفاع في الكثافة في التعجيل where are is the radius of the column and ro is the density of the liquid حيث إنه الR is the radius of column اللي هي نصف قطر العمود and ro is the density of the liquid هو كثافة السائل الرو the maximum force الFm due to the surface tension along the periphery of the liquid is هنا يقل لنه القوة القصوى أو العظمى بسبب التوتر السطحي على طول محيط السائل تعطى بالعلاقة الثانية الFm يساوي 2xR في التى التى هو surface tension وال2xR هنا للR عرفنا إنه هو radius or the column يعني يقل لنه نصف القطر ما للعمود يعني هسه إذا أريد نحسب الوزن ما للعمود باستخدام هاي العلاقة إذا أريد نحسب القوة العظمى أو القوة القصوى اللي يصير بسبب التوتر السطحي باستخدام هاي العلاقة التوتر السطحي أو الشد السطحي surface tension the upward component of the force supports the weight of the column of liquid that is يقل لنه يقل لنه هاي القوة القوة مع المكون الصاعد رح تدعم وزن السائل شنه المقصد من هاذه يعني يقل لنه خصم الحاجة إنه الFM تساوي الweight الFM تساوي الweight الFM 2πRT مطيها cosθ يساوي الweight اللي هي πR تربيع H ρ G مننا نريد نحسب الH البعيد على القريب البعيد هاي الH يساوي البعيد 2πRT cosθ وهناني باي رو جي هسا البي وي البي والر وي واحدة من الR تبقى هنانا R إذن شبقى هنانا R رو جي وهنانا 2 T cosθ اللي هي حسب هاي العلاقة يعني يعني هسا صارا أو عرفنا كلث علاقات علاقة الوزن الweight علاقة القوة العظمى الFm وكذلك العلاقة مع ال الارتفاع الage 2 T cosθ على R رو جي هنانا يقول if the education is smaller than the cohesion يعني قوة الالتصاق أكبر من أصغر من قوة التماسك هناك من الساعة creator هسا هنانا smaller أصغر من ال cohesion the angle اللي هي الزاوية is creator than 90 يعني تكون أكبر من 90 the education is creator than the cohesion angle is smaller than 90 هنانا if the education is smaller than the cohesion the angle is creator than 90 يعني المقصد من هذا الكلام كله أن قوة التلاصق وت التلاصق تتناسب عكسيا مع الزاوية إذا هي شبيرة الزاوية صغيرة وإذا هي صغيرة الزاوية تكون شبيرة إذا حال في هذه الحالة the height of the fluid in the tube is depressed still applies يعني يكون الارتفاع السائل في الأنبوب منخفض حسب هذا الشكل الارتفاع صار منخفض أقل من سطح السائل الموجود بالحوض أو بالوعاء وما زال ساريا لا يزال ساريا still applies yielding a negative number for edge these effects are called capillary action يعني قل لنا مما ينتج عنه مما ينتج عنه رقما سالبا لل edge يعني هس هاي باعتبار الصفر خش السطح من السائل باعتبار صفر إذا زاد الارتفاع من السائل بالأنبوب راح يطين رقم موجب لل edge أما إذا صار أصغر أو منخفض عن سطح السائل اللي موجود بالوعاء فإن راح يطين ال edge رقم سالب هس هنا أكبر من سطح السائل الطانع رقم موجب هنا أصغر من سطح السائل الطانع رقم سالب نتيجة أخرى للشد السطحي هي موجباً 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 بموجباً اه يعني يقول لنا هي ميل السائل لاتخاذ شكل كروي نتيجة الشدة السطحية راح يتخذ السائل شكل كروي يتم ملاحظة هذا الاتجاه بشكل أكثر وضوحا في سائل خارج وعاء أو خارج حاوية يعني ما موجود داخل وعاء ليش ما موجود ليش لازم يكون خارج وعاء على مودي يتخذ شكل كورو يعني ميل إلى اتخاذ شكل كورو لأن إذا نخلي بوعاء ياخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه بينما إذا نخليها يجب بدون وعاء هو أكيد راح ينزل بس ينزل بشكل كوروي هذه يجب شكل صفحي يتشكل مثل هذا السائل غير المحتوي يعني ما موجوده بوعاء يكون بشكل كورا هاي الكورا يمكن ملاحظة ها وين أكثر شي وين نلاحظ هاي الكورا نلاحظها أوفرين دراب يعني قطرات المطر قطرات المطر من تنزل هي ما موجودة بوعاء بالتالي من تنزل تنزل على شكل شنو كورا هسه هاي جوز تجي فراغة هنا أو هاذا يقل لنا هنا ايش راح تتخذ راح تتخذ السفركل شي هنا السفركل شي بوين نلاحظها رايين دروبز هذان كل هاي فراغات يجوز يجيب ذي برجر انسايد ذي سفركل لكويد دروب او السائل الكروي قطرات كروية الضغط هنا الموجود داخل القطرات يكون اكبر او اعلى من الضغط الموجود هو المحيط به الضغط الخارجي اذا الضغط داخل الشكل الكروي او داخل السائل الكروي يكون شنو اعلى من الضغط الخارج ذي اكسز ابراجة دلتا بي اللي يتغير في الضغط ان الكويد سفر او رادياس ار از في كرة سائلة نصف قطرها ار هو الدلتا بي يساوي نثنيا تي على الار يعني تو سيرفستنشن على الار اللي هي سيرفستنشن شد السطحي هذا ايضا تعبير عن الضغط الزائد داخل فقاعد هواء في السائل يعني مثلا عندنا هذا السائل وهنا اكو فقاعد هواء هما يقل لنا ان الضغط داخل الفقاعد اكبر من الضغط المحيط به الضغط السائل بمعنى اخر يعني يعني شنو اللي بمعنى آخر شنو هاي معنى لإنشاء فقاعة أو اللي تكوين فقاعة فقاعة غاز نصف قطرها R ونكونها في السائل اللي تحتوي على شد سطحي T يجب أن يكون ضغط الغاز المحقوم في السائل أكبر من ضغط السائل المحيط بمقدار delta P يعني الضغط الموجود داخل الفقاعة لازم يكون أكبر من ضغط السائل المحيط بها اللي موجود بالسائل بمقدار delta P delta P شنو اللي هي نفس هاي delta P تساولوني to surface tension على الأر